وعليد سلمان هو مش جاهز للمباراة لكن برضو وعليد سلمان كان بأحد اللعيبة الكبيرة وأحد كباتين الفرقة مهم جدا يكون موجود مع الفريق في نهاية دور أبطال إفرقي عنده خبرات كبيرة أنت المباراة اللي زي دي محتاج اللعيبة الخبرة سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ربنا يكرم بإذن الله ويكون الجميع على أهبة الاستعداد لأخوة هذه المواجهة الصعبة جدا طيب بيتسو موسي ماني النهاردة عمل محاضرة مدتها حوالي أربعين دقيقة محاضرة فيديو اتكلم فيها عن مواطن القوة والضعف لفريق قايزر تشيفز اللي هيواجه الأهل إن شاء الله في نهاية دورة أبطال إفريقيا ضمكوا كمان هي على الطيارة وقبل الإقلاع مباشرة كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس مجلس الادارة بيتطمن على الفريق كلامه مع وليد سليمان كل الترتيبات دي يا جماعة تمت خلال الفترة الأخيرة لأسبوع الماضي كلامه مع علي لطفي كلامه مع محمد هاني بإذن الله إن شاء الله يكون الفريق أجاز وعلى أهبة الاستعداد اللي أطات دي يا جماعة بتبقى قوة دفع كبيرة جدا لعبة بتحس رئيس النادي معاها رئيس البعثة موجود معاهم دايما كابتن محمود الخطيب موجود مع البعثة في كل هذه المباريات الكبيرة والمباريات الصعبة كلامه هو مع مصطفى شبير مع محمد محمود إن شاء الله بإذن الله يرجع بسرعة ونشوفه في المباريات الرسمية بعد الحمد لله ما اطمأنين على حالته وبقى يتمرن محمد ده مجدي أفشا صلاحة محصن محمود ده كهرباء كل الزمل بإذن الله الكابتن محمود الخطيب حريص إنه هو يسلم على الجميع في هذه الرحلة وبإذن الله نقدر نقول كده هي رحلة اقتناس اللقب الإفريقي رحلة العودة بالبطولة العشرة بإذن الله كمان الشريف محمد الدالي خدوا بالكم من التفاصيل المهمة دي الشريف محمد الدالي كمان موجود بالمناسبة كمان المدير الإداري للمنتخب الأولمبي لسه هو شايفه كمان موجود على الطيارة مع فريق النادي الأهل إن بعد المطش مباشرة سيستحب الأربع العيبة من النادي الأهل اللي هيشاركه في دور التقية الأولمبية الشناوي طاهر صلاح محصن أكرم توفيق هيكون موجود معهم إن شاء الله بعد المباراة وهو موجود مع البعثة في الطيارة الخاصة شريف الدالي موجود مع الفريق